وتم الإعلان عن أربع آيفونات جديدة سأعطيكم تفاصيلها وتفاصيل الأسعار وأيضاً المنتج الخامس الذي أعلن من شركتها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهوكم فصل السيف وأنتهي مؤتمر أبل مع إعلان سلسلة آيفون 12 بالعضو الجديد لهم آيفون 12 ميني تأتي السعال الفخيرة للفيديو ولكن دعني أول شيء أقول أنه بالمؤتمر أعلنوا عن الهومبود ميني نسخة مصغرة من هومبود تم إعلانه من أكثر من سنة ما جال منطقتنا بشكل جداً كبير وأيضاً الهومبود ميني المفروض سعره 99 دولار مع التوفر سيكون لبعض الدول ليس لكل العالم الهدف الأساسي من الهومبود ميني أنك تشبك معه جوالك يصبح مشغل صوتيات يساعد في المكالمات ويساعد سيري موجودة فيه فمشناً الموضوع؟ ممتاز، نركز على آيفونات آيفون أول الذي تم إعلان عنه هو آيفون 12 خليفة آيفون 11 نتكلم على شاشة 6.1 إنش نتكلم على قدرة أفضل من ناحية السيراميك شيلد إنه مثل طبقة سيراميكية على نفس الشاشة المفروض أن تجعله أقوى بأربع مرات مقاومة للسقوط خمس ألوان نتكلم على أسود، أبيض، فضي، أحمر وأيضاً نتكلم على لون الأزرق الجديد معالج A14 بايونيك نتكلم على سمارت اتش دي ار ثلاثة قدرة الماغ سيف ماغ سيف حركة جديدة في آيفونات بحيث أن يكون في زي المغناطيس خلفي موجود هذا المغناطيس لا يعيق الشحن اللاسلكي وأيضاً يساند فيه سلسلة جديدة من الأكسسوارات أذكركم اشتركوا في القناة لأنه أكيد زي العادة أجب لكم كل الجوالات وأقارن لكم الجيل 11 وجيل 12 وأقارن لكم هذه الجهزة مع الأشياء الأخرى من الجوالات الموجودة في السوق ونبين لكم أيهم أنسب وأفضل لكم بإذن واحد أجعل الآيفون 12 الذي يدعم شبكة الجيل الخامس وكل جوالات الآيفون 12 المفروض تدعم شبكات الجيل الخامس قدرت أيضاً التصوير بكاميرتين في الآيفون 12 الكاميرا العريضة جداً والعريضة نتكلم أيضاً عن مقاومة للماء والغبار وبعدها تم إعلان الآيفون 12 ميني الأخ الأصغر والإضافة الجديدة لسلسلة الآيفونات وأول مرة يكون فيه آيفون ميني الآيفون الميني أكبر قليلاً من الآيفون الجيل الأول من الأس اي وأصغر قليلاً من الآيفون الجيل الثاني س اي ولكن شاشته أكبر من شاشة الجيل الثاني من الأس اي وبالتالي نفس التصميم الجديد وهذه الشاشة الجميلة أعطتكم إمكانيات ممتازة بجسم صغير وهذا الأمر الذي ساعد فيه أبل فصافي تنوع أكبر مع سلسلة الآيفون 12 نفس الخصائص الداخلية تقريباً موجودة من ناحية الآيفون 12 وهي نفسها والآيفون 12 ميني ولكن حجم البطارية والشاشة هو الشيء الذي يفرق ومع المراجعة التفصيلية سأعطيكم كامل العلم والخبر وأيضاً على سنابي إن شاء الله السالف بالفعل أرى هذا الميني شيء مرة رائق وبالفعل أعطيهم العافية يعني أقدر أضعهم لايك الآن وبعدها أعلن أبل عن جهازين نتكلم على الآيفون 12 برو والآيفون 12 برو ماكس وهي خليفة الآيفون 11 برو والآيفون 11 برو ماكس هالجهازين جاء بشاشات أكبر رغم أنهم تقريباً بنفس حجم الجسم لماذا؟ لأنهم اعتمدوا على التصميم الجديد في البناء وهذا الأمر حسن مسألة الشاشة وقدرتها وأيضاً كفاءتها لأنه فيها نفس طبقة السيراميكي الآيفون 12 برو والآيفون 12 برو ماكس يأتي بحواف ستيلس ستيل فلات ديزاين نسميه نفس التصميم ويأتي بأربع ألوان الفضي والذهبي والكحلي وأيضاً الأسود على فكرة الفضي الأبيض يأتي بثلاث كاميرات خلفية نتحدث عن عريضة جداً والتيلي فوتو التي مقربة التحدث عن الكاميرات الثلاثة هذه تم تطويرها من ناحية الحساسات وقدرات الحساسات ومع تفصيل الفيديوهات والشرح أجب لكم معها ولكن المفروض أن هناك نمط تصوير أفضل وقدرة تصوير أفضل مع أبل برو رو أيضاً مع تصوير الفيديو تم تطوير الأمر بتحسين أداء وكفاءة الفيديو وقدروا لنا في المؤتمر مثال لمحترف مونتاج يضبط محتوى إدت من خلال تصوير فيديو الآيفون 12 برو والبرو ماكس شيء يجعلنا نقول أن هذا الجهاز المفروض معالجته جداً قوي شبكة الجيل الخامس أرجع وأقول مدعومة في كل الأربع أجهزة ونتكلم أيضاً على وجود حساس اللايدار الذي يعطينا حس محيطي أفضل سيناسب في بعض تطبيقات الواقع المعزز والافتراضي وأيضاً في بعض أنواع أو مجالات التطبيقات أجل المعالج الذي فيه كفاءات جداً عالية وهذا المعالج هو الذي موجود في كامل سلسلة آيفون 12 نتكلم على A14 بايونيك يعتبر ثورة على كلام أبل من ناحية القدرات الإضافية فهي معالجة عصبية 80% أسرع، ومشين لرنينج وتعلم آلة أفضل، وقدرات جي بيو أحسن، وقدرات أداء مرة أقوى وأمان أيضاً ممتاز أول معالج مبني على منصة 5 نانوميتر وهذا الأمر سيعطي كفاءة جداً عالية لأن صانع المعالج وصانع السوفتور حق الجوال هم نفس الشركة، فبالتالي نظبط على ذه أمورهم طيبة، ممتاز يطلع الجوال يأتي للنقطة الأساسية، التوفر أيضاً من ناحية الطلب المسبق ستكون على موجتين الموجة الأولى، الطلب المسبق يبدأ من 16 أكتوبر للآيفون 12 برو والآيفون 12 والتوفر للهاتفين سيكون ابتداءً من 23 أكتوبر والموجة الثانية ستكون للآيفون 12 ميني والآيفون 12 برو ماكس الطلب المسبق من 6 نوفمبر والتوفر 13 نوفمبر وكالعادة، كل الألوان وكل الجوالات سأجيبها، وسأجيكم المقارنات التي تجعلكم تعرف أي الأجهزة أنسب لكم بإذن الله والآن نأتي إلى أهم نقطة من ناحية الأسعار الآيفون 12 ميني بسعر من 2999 درهم، بحكم أن الخبر الصحفي جناتاً من دبي وأيضاً الآيفون 12 بسعر من 3399 درهم بحكم خبر الصحفي جناتاً من الإمارات أما لو انتقلت للآيفون 12 برو، سيكون هناك سعر من 4199 درهم والآيفون 12 برو ماكس بسعر من 4699 درهم أتمنى أني توفقت كالعادة بهذا الملخص فلا تحلموني من اللايك ومنكم مشتركين في القناة وتشاهدوا جديد التقنية أول باول وأكيد أبل اعلنت أيضاً عن مجموعة MagSafe حق الأكسسوارات الجديدة وسأسوي لكم لكامل السلسلة تغطية وكالعادة بإذن واحد أحد على مختلف الشبكات الاجتماعية من يوتيوب سناب شات وإنستغرام وفيسبوك وتويتر وحتى تيك تاك وكل الأشياء الموجودة الله ينفع بنا يا رب العالمين أجمعين في كل مكان إن شاء الله ونهاية الحلقة سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك أراكم على خير بإذن واحد أحد في أمان الله